زي ما كنت بقول للزميلة هبة في الأخبار هنا بأنه لا هواء هو ده اللي احنا حاسينه الجو تغير يعني دايما الناس تنتظر في نهاية شهر سبتمبر أنه الجو بقى يبدأ يبقى لطيف والحرارة تنزل ونبدأ نسمع بقى عن أجواء اللي هو 24 بالنهار 25 والليل يخش في 16 يعني شوية أو حتى 20 ولكن يبدو أنه درجات الحرارة مستمرة حتى الأسبوع القادم بإذن الله وده اللي بيأكد لنا على التغير المناخي يعني حنقول مثلا نحن عندنا أهلين المزرعين يقولك في سبتمبر بتبقى فيه زمتة للبلح مثلا ما بيطلع على النخل لكن يبدو أن هي تغير في درجات الحرارة بشكل كبير مش بس في العالم وده السبب اللي خلى مصر حريصة تماما وزي ما تبعنا النهاردة في نشرة الأخبار بدء الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ اللي حيكون في شرم الشيخ بإذن الله واللي حتتوافد عليه الدول من أجل أن تمد اليد أيضا لهذا التغير المناخي اللي بيأثر مش بس على دول بيأثر على قرات كبيرة اهتمام مصري بهذا الموضوع بيخليها كمان تعمل طول الوقت على مشروعات علشان تغير فيه إنتاج الطاقة وتبقى الطاقة الخضراء اللي نقدر من خلالها نقلل الإنبعاسات والحرارة وتحس أن انت بجد لما هيجيلك جو زي سبتمبر أو زي أكتوبر تحس أن الجو بدأ خريف يعني انت إذا كنا بنتكلم احنا على المواسم بالتاريخ وباليوم نحن دخلنا فصل الخريف ولكن أكيد ده مش الخريف لأنه درجات الحرارة يعني ممتدة إلى فصل الصيف أو فصل الصيف ممتد إلى الخريف وهذا هو التغير اشتركوا في القناة